اشتركوا في القناة عبدالبر وابن حزم وهو صاحب كتاب التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح وإحكام الفصول في أحكام الأصول صبر رحمه الله على طلب العلم وحصله مع الفقر والقناعة بالقليل وكان يضرب ورق الذهب للغزل ويعقد الوثائق حتى قال تلاميذه كان يخرج إلينا للإقراء وفي يده أثر المطرقة إلى أن ظهر علمه وأغناه الله من فضله توفي رحمه الله سنة أربع وسبعين وأربعمائة من الهجرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر